مسائل فل على موليد برج العزراء شهر ديسمبر 2024 آخر شهر في هذه السنة سنة اللي خلاص بدأت تبقى في طريقها للنسيان بصعوباتها بتحركاتها اللي كانت مقزمة حيات كتيرة من حولكم تصريحات وإجراءات كنت منتظرينها فترات طويلة وحستت فترات كتيرة بفقدان الأمل لكن تعالوا نشوف آخر شهر بيقلكوا إيه وإن شاء الله التحركات هتبقى خير عليكم طبعا تحركات ديسمبر تحركات كتيرة جدا هتعلي بعض الأبراج هتحذر أبراج أخرى لكن في برج واحد هو اللي هينال نصيب الأسد من الحزوز هل ده يبقى أنت العزراء؟ تعالوا نشوف الفيديو ده هيقوله برج العزراء شهري ديسمبر 2024 أول تحرك هيبدأ مع أول يوم من الشهر وهو تواجد الأمر على برج الكوس مبدئيا عشان ما متفاهمين أول أسبوعين أو لغاية المصف الأول من شهر ديسمبر التحركات بتركز على بعض المجالات وأهمها العائلة العمل الأمور المعلقة أول تحرك واحد ديسمبر ده بيقولك إيه؟ تواجد أمر جديد على برج الكوس هتبدأوا الشهر بفتح صفحة جديدة في أمور عائلية في أمور عائلية بصفحة جديدة هتبدأ تفتح معكم يا عزراء هل دي هيبقى بالخير؟ آه لأن الصفحة الجديدة إنت اللي هتكتب ويتحدد سطورها إنت اللي هتكتب في الصفحة البيضة دي عزراء بالأمور العائلية لذلك إنت اللي هتختار إيه اللي هيحدث في أمور عائلية لذلك التوطيد هيبقى من ناحيتك أيضا وأيضا من ناحيتك هو القرار النهائي مع بعض الأشخاص من العائلة ستة ديسمبر أحفظوا التاريخ ده تراجع كوكب المريخ ستة ديسمبر هيبقى أصعب التحركات اللي هتقابلكوا الشهر ده تراجع المريخ في بيت صعب لأنها يتواجد على برج الأسد هذا التراجع على برج الأسد فالتراجع ده هيأثر في أمور صعبة هتحس إن كل حاجة من حولك بدأت تقف ده الإحساس الأولين ما تجلقوش ما تجلقوش لأن في خير هيلحق الموضوع ده بس عشان نمتفاهمين التراجع ده هيأثر فيك من جواك هتحدث تحس بالتوتر القلق أمور تحس إنها هتبدأ تقف لكن إلا يلحقك إلا يلحقك تاني يوم وهو يوم 7 ديسمبر بتواجد الظهرة على برج الدلو طبعا زي ما إحنا عارفين بلوته دخل على برج الدلو الشهر اللي فات وده بالنسبة لكو ده بيت مهم جدا لأننا بيكلم على الصحة والعمل طيب تواجد الظهرة هنا بقى على البيت ده بيزبط أمور صحية في المكان الأول وأيضا بيوطد وبيأمن طرق للعمل لذلك هذا التحرك هيبقى مساند ومساعد لقراراتك لاتخاذ أو خطوات جدية ومهمة في أمور العمل تحسن تدريجي طبعا بأمر الله في الأمور الصحية هيبقى تحرك هيبدأ يعني خليك تتنفس الصعضاء نوعا ما في أمور كثيرة من حولك التحرك التاني وهو التحرك اللي ممكن ما أقزم عليكم بقى لأكتر من سنة أو سنة ونص يوم 7 ديسمبر هيبقى اتخاذ نبتون طريقه المباشر نبتون يا جماعة شانا ما في أمور الليلة كان متواجد على برج الحود كان متواجد حتى يوم 7 ديسمبر تواجد نبتون دا كان عمل إيه؟ عمل الجمود والصعوبة في العلاقات العاطفية الجمود والصعوبة وسوء التفاهم دا كان نبتون دا كان عمله كان عمل يعني ضباب جليدي على الأمور العاطفية دا خلاص هيبدأ هيبدأ عنكم هيبدأ عن هذه المجال هذه النقطة هيبدأ يبعد عن العلاقات العاطفية لك يا عزراء لذلك في العلاقة العاطفية هنحس كأنك هتتولد من جديد ده من أحلى التحركات اللي هتقابلكوا في شهر ديسمبر وطبعا هنتكلم عن التحرك ده بطريقة تفصيلية في الفيديوهات القادمة بالتحركات والطقعات اليومية لذلك نجح التحرك للبعض يوم 13 ديسمبر 13 ديسمبر المشترى يربع بلوتون المشترى يربع بلوتو اللي لسه نتكلم عنه من شوية اللي هو الظهرة دخل عليه اللي أساسا بلوتو عليه من الشهر اللي فات ايه الدوامة ديه تعالي نشوف ده بيقول ايه احنا هنا بنتكلم ان بلوتو المفروض ان هو في بيت صعب بالنسبة لكم وبيت العمل والصحة تواجد الظهرة هيزبط هذه الأمور المشترى جاي يربع عشان يديك حظوظ يعني الظهرة بتقول لك خزة قرارات الصحيحة الخاصة بالعمل والصحة المشترى هنا القامل جاي عشان خاطر يقول لك ان انا معاك حظ المشترى جاي لك بيقول لك انا الحظ اللي بضهرك لذلك ان شاء الله الطاقات هتبقى جميلة في هذه الأمور الخاصة بالعمل ممكن الشهر اللي فات حصلت ضرب لكن الشهر ده هيبقى ان شاء الله تحركات جميلة جدا بالنسبة لكم نيجي بقى على النص الأخير من الشهر النص الأخير الشهر هيبقى التحرك الاساسي خاص بعلاقتك مع الشريك علاقة على الشريك وبالنحية أخرى أيضا علاقة بالناس من حولك في العمل واحدة واحدة كانت من 15 ديسمبر هيبدأ أول تحرك رسمي قوي للأمر وهو اكتمال الأمر على برج الجوزاء اكتمال الأمر ده هيظهر لك بعض خبايا ونوايا الناس من حولك هيظهر لك بعض النوايا الخبيثة من حولك بهذا التأثير قد يكون وارد جدا اظهر طرف ثالث في العلاقات بسبب هذا التحرك هيصلت الضوء على الخبايا طيب يوم 15 ديسمبر خلصنا منه ودخلنا على الشمس من يوم 21 ديسمبر الشمس هببقى متواجدة على برج الجديد الشمس هنا هتصطع ضوءها على شخصيتك على اللي انت عايزه انت في الفترة دي عنهاية اخر عشرة ايام هتبدأ تبص او سؤال واحد فقط اللي هيجي في بالك انا عايز ايه انا عايز ايه ده السؤال اللي انت هتعود تسأله لنفسك كتير جدا في الايام الاخيرة من هذا الشهر هتبدأ فعلا تشوف ايه فعلا اللي كان بيريحك وبدأت تسيبه ايه اللي كان في ظهرك او اللي كان بيريحك او بيحسسك بالامان وبدأت تبعد عنه هتلاقي نفسك بترجع مرة اخرى تروح للمنطقة بتاعتك تروح لمكانك تروح الحتة اللي انت عايزها تحرك ده هيدعمك قوي جدا في قرارات ايضا خاصة باخر الشهر طيب يوم اربعة وعشرين يوم اربعة وعشرين ديسمبر المشترى يربع زحل من كم يوم المشترى بيربع بالاوتو دلوقتي هيربع زحل يعني قرار نهائي خاص بعلاقتك مع شريك يعني ايا كان القرار هيبقى في صفك دي بقى فكرة المشترى حتى لو كان القرار على الورق قرار سلبي لكن كنواتج هيبقى اجابية لو كان على الورق قرار ايجابي نواتج ايضا ايجابية مع العلاقة مع الشريك حياة او شريك عمل مع شريك حياة او شريك عمل هيبقى فيك قرارات رسمية مصيرية اللي في كل الاحوال المشترى هنا بيقولك طالما انت عايز كده يبقى خير هيجيلك منه ده الجميل في المشترى في الوقت ده في التوقيت اللي انتو فعلا محتاجينه 30 ديسمبر الامر هيبقى متواجد على برج الجديد ده هيبقى اساس الدعم للقرارات او القط النهائي اللي انت سألت نفسك عليه بقى العشرة ايام اللي هو انت عايز ايه انت اليوم ده هتبقى وصلت للحل النهائي انت عايز ايه بالضبط اللي هتبدأ بتنفيزه فورا من بداية السنة الجديدة واللي ان شاء الله هتبقى خير عليكم فيا موليد برج العزراء طبعا اهم نصيحة بنهي بها كل فيديو وهي تفاقلوا بالخير تجدوه وان شاء الله هتبقى فترة خيرة عليكم يا عزراء وبإذن الله كده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اتمنى تنال اعجاب حضراتكم وما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومعلك سلام شكرا